أخ النوري ربي سبحانه وتعالى يقول عن حدثة الإفك التي رميت فيها عائشة رضي الله عنها بالزنا وهي زوجة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم المشرع عن ربه ورئيس الدولة سبحانه الله يتهم في عرضه كيف يسمع له يريدون الطعن في الدين المنافقين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم والله هذه الأحداث ستأتي بالخير على الجزائر ونقول إلى دعاة الوسطية والاعتدال والالتفاف حول ما يجمعنا نعم لا بد أن لا تتعقدوا في الدفاع عن وحدتنا الزينة ما العقدة؟ عدنا ناس أم هم يتعقدوش أم يتبجحوا في التواصل يتبجحوا في مجالسهم ويتبجحوا في قنواتهم الخارجية والداخلية ويريدون يعني لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة يريدون أن يزعزعوا صفنا وأن يمزق وحدتنا وإحنا الواحد باش يدافع عن الحق ويدفع على ما يجمعنا نحن ندافعنا أقولها كإمام وأنا مسؤول على كلام نحن ندفع على الأمن وعلى الأمان وعلى أن يقام العدل ولكن هذه الأمور إذا كانت مقابلها باش نفقد كل هذه الأمور فنحن نرضى بما هو موجود الآن نرضى بما هو موجود الآن وندعم ما يجمعنا أنا نقول لا بد للجميع أن لا يتعقد من الدفاع عن وطني عن وحدته البعض يقول لك تديرونا في الفزع أيدي خارجي نديلك الفزع ولا ما نديرلكش أنا مسؤول على كلامي والآن لا بد أن أصحاب هذا الطيار الوسطي الوطني الذين يدعون إلى الأمن والأمان أن يخرجوا دون عقدة في المنابر الإعلامية في المنابر المسجدية في مجالسهم العام يدافع على وطنهم وعلى وحدته أنا نقول لكم إحنا الدم من تعنا راه أبيض وأخضر وأحمر راه فيه العلم روساري وسندافع على وحدة هذا الوطن وعلى أمن هذا الوطن وعلى استقرار هذا الوطن وكل هذه الافتعالات التي تقولونها وتحبوا الضعف وفينا الدفاع عن الوطن والله ما نضعف راح ندفع هذا الوطن وما يجد حتى واحد يلمس حتى شبر من هذا الوطن وسنقوم بإذن الله بالنفس والنفس ندفع عليه ونروحوا كل قولوا شياتين قولوا أيما السيسبيا قولوا وش تحبوا تحب يعني تسبح فيه يعني تقتحم يعني بيتي تنتهك العرض انتاعي وش وراه هذا الخراب تحبوا تدخلوها في الحيط الجزائر وتقولون أن بعض راكم تضربوا في الشيطة أنا شيطة اللي راكم تحكوا عليها أنا شيطة يا شيخ أنور سمحوني عن هذا الانفعال الذي يصب في مصلحة الوطن اتقوا الله في الوطن كثير من الأمور لا نرضى بها ولكن لا نريد زعزعة أمن هذا الوطن نريد الجميع أن يلتف حول ما يجمعنا لا ما يفرقونا اتقوا الله عز وجل خافوا ربي سبحانه وتعالى أن هذا الكلام يؤجج الوضع راو يدير فتنة راو يمزقنا نحن نقول لكم موتوا بغيظكم الإقبال والأمازيغ والتوارك والشوية والعرب كلنا راح ننصهروا في بوتق واحد وهذه الأزمات زيدنا كل لحمة نسأل الله أن يحفظ الجزائر وأن يحفظ علينا أمننا وأن يحفظ إخوتنا في كل مكان وإلى أصحاب الدعوة إلى التفريق والجهوية والعنصرية لا مكان لكم وباب الفتنة راو مغلوق في الجزائر باب الفتنة مغلوق موسط في وجوهكم شاهت هذه الوجوه نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يعيدهم إلى رجدهم وأن يعودوا إلى أمن وطنهم وأن يدعوا إلى التعقل وإلى الحكمة نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا وإيكم